السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخط مرحبا بيكون في القناة اللي ديما كانت تناولوا المواضع اللي كتكون يعني فيما يخص بهذا بالهجرة او فيما يتعلق بالسفر الى دول اوروبا بالنسبة لهذه المعلومة اللي جبت اليوم فهذه الحلقة هتكون هي استمرار اغلاق حدود دول اوروبا الى غاية 15 يونيو 2020 هذا هو الخبر دول اوروبا تمددوا اغلاق الحدود الى غاية 15 من شهر يونيو هو هذا الخبر هذا الرابط سوف نجده لكم تحت تحت الفيديو كي تؤكدون منه يعني قرار صحيح كانوا داروا في الول داروا في 16 مارس مددوها 16 أفريل من بعد عودتاني مددوها لشهر 5 يعني 16 مايو اغلاق الحدود 15 يونيو هذا الخبر صحيح انها تمددت 30 يوم ثلاثين يوم بالفضل فالحظة غريبه لن يستطيع ان OCB يعني 6 مغلوقة بالنسبة للناس الذين لديهم زيادة والاستخدام وذي لديهم زيادة فلا تستطيع ان يتصع فيما يتعلق بالنسبة للناس الذين لديهم الجنسية يعني عندهم جنسية بلد معين في هذه الحالة يستطيع أن يذهب لماذا؟ لأن كائن راحلات يتنظمون بالنسبة للناس الذين نقولون أنهم مواطنين يعني مواطنين لا يريدون أن يكون فرنسي أو بلجيكي أو إيطالي أو إسباني المهم يكون حامل للجنسية من هذه الدول في هذه الحالة يمكن أن يمشي يعني لا يدخل في هذا الغلق بالنسبة للأتحاد الأوروبي لا يدخل في هذه الكاتجورية هذا الشيء لدينا الخط كما نعود لكم لا تدخلوا علينا حاولوا تتعبونوا فلاشين وتفعلوا الجرس لكي يصلكون الجديد بحال كما ديما لكي يصلكون ديما الجديد لكي يمكننا أن نعطي أكثر فأكثر يلا الخط أستودعكم والله الذي تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته